اشتركوا في القناة وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وارخ لعصره الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شنبي ينشر الكتاب دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة تحليل كتاب الحروف لعل علي بن عيسى الرماني أنف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرستاليس حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب أرستاليس على ترتيب حروف اليونانيين وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف مو ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف مو باليونانية بتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إصطاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية فالرباعية وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الحروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين الفاء الكاف اللام الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النسق الآتي ال ام ان ان او اي لا ما و ها بل عن في من قد كي لم لو هل مذ الحروف الثلاثية منذ نعم بلا ثم جيري خلا رب على سوف ان ان ليت ان لا اله اله اذا ايا ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأن كلا لولا لوم لعل لا اما اما هلا لما لكن تلك هي الربعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي اورده يلحظ انه الف التزم الترتيب على حسب الاحرف الهجائية في الحروف الاحادية با لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يورد بل بعد ياء وقد بعد من ومذ بعد هل وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعية قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية كأن يرتبها على حسب العامل منها او الهامل على حد تعبيره او التي تعمل النصب معا او التي تعمل الجر كذلك ولكن ولكنك تطبق شيئا من ذلك او غيره فلا تمضي في الطريق حتى يلتوي عليك او يغنق والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين اعامل هو ام هو هامل ثم يرد الاستعمالات المختلفة مبنية على اقوال النحات وما حكي عن ائمتهم كالخليل وسيبويه والنازني والمبرد وعلي بن سليمان الاخفش وقد يكتفي باراد ما يقول هؤلاء الائمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق او تفنيد او تفسير او اعتراض او ترجيه وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائية والفراء وقد رأيته يستشهد بابن جني والربعي ويعلق على رأي للربعي بانه قريب مع ان كل منهما تلميذ لابي علي الفارسي على حين انه لم يستشهد بالفارسي مع ان له اراء متعالمة مشهورة فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت اذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب ان الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خبره ولا ادري لذلك سببا الا ان يكون قد اضرب صفحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرضت لتحليلها فيما مضى من حديث وترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد اصولا نحوية كأن يقول المضمر يرد الاشياء الى اصولها في غالب الامر او يقول لا يجوز ان تقع او مع الافعال التي تقتضي فاعلين والرماني في كتابه الحروف يعرض اراء البصريين والكوفيين وقد يسرد هما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيد فلا تكاد عندئذ تتبين مذهبه النحوي وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شاذا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحات في قراءات للقرآن الكريم فيحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر والرماني ينزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر أن الهمزة تكون للإنكار والتوبيخ والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبة وقد يقع الأمر موقع الخبر كقوله تعالى فليمجد له الرحمن مدى والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف كما أورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف كإشارات إلى لهجة هذيل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به كتاب الحروف الحروف الأحادية الهمزة منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين في النداء والاستفهام فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد لأن منادات البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه منها أن يكون على جهل من المستفهم كقولك أقام زيد أزيد عندك أم عمر ومنها أن يكون إنكارا أزيد أمرك بهذا أمثل عمر يقول ذلك كقوله تعالى أه الله أذن لكم أم على الله تفترون أه الذكرين حرم أم الأنثيين ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفظ ولقومه في المعنى لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك له بحضرة قومه ليوبخهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا وكذا كقوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكة في ذلك وزعم أبو عبيدة أنها إيجاب وليس بشيء لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أما أحسنت إليك ألم أكرمك ألست بخير من زيد والجواب بلى وإن شئت قلت ألست خيرا من زيد قال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي ويكون تسوية وذلك في أربعة مواضع وهي ما أبالي أقمت أم قعدت وليت شعري أخرج أم دخل وما أدري أأذن أم أقام وسواء علي أغضبت أم رضيت قال الله تعالى سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين وقال حسان ما أبالي أنبى بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم عاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أحد وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم وأنبأ بمعنى صاح والحزن ما غلض من الأرض لحاني لا مني انتهت الحاشية وإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل معلام المعرفة مدت ولم تحذف لألا يشتبه الاستفهام بالخبر وذلك كقولك أم رجل قال ذلك أم المرأة قال الله تعالى أه الله خير أم ما يشركون وإذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهمزتين كقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية في قول ذي الرمة أإن ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبادة من عينيك مسجوم حاشية ذي الرمة بضم الراء وتكسر قطعة حبل بالية قال أبو عمر بن العلاء بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومئة عن أربعين سنة قال الأصمعي مات ذي الرمة عطشان وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به وكان آخر ما تكلم به قوله يا مخرج الروح من نفسي إذا احتذرت وفارج الكرب زحزحني عن النار وشاهد أول قصيدة لذي الرمة والرواية في الديوان عن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصبابة من عينيك مسجوم وفي الأصل خلقاء وهو تحريف وترسمت نظرت رسومها والصبابة رقة الشوق مسجوم مصبوب صبا ويروى توسمت وتوهمت بدل ترسمت انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهمزتين وتدخل بينهما ألفا كقوله أيا ضبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالمي حاشية البيت لذي الرمة من قصيدته التي أولها خليلي عوج اليوم حتى تسلم على طلل بين النقى والأخارم والوعساء في الشاهد رملة يقول أنت أحسن أم أم سالم انتهت الحاشية والرابع إن من العرب من يفصل بالألف ويلين الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامل وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أضفت المرور بالباء إلى زيد وتكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدية وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاح عذات أمره وهو ضامر وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مكتسيا وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزائدة والمعنى والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل ولأن الاستعمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميرة ودع إن تجهز تغازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية حاشية عبد بن الحسحاس هو سحيم شاعر مخضرم كان أسود أعجميا من شعره الحمد لله حمدا لن قطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع أنشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارب إنه لمن أهل الجنة انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاذ وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء تن بما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك التقدير فجزاء سيئة كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوف أيضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج ومما دخلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان أحدهما أن تكون الباء للتعدية كقولك ذهبت به في معنى أذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تنيء العصبة والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه والثاني أن تكون الباء في موضع الحال والتقدير تنبت وفيها الدهن كما تقول خرج بدرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله عز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وإنما يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالمورد حاشية الخروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة حكاه الأصمعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود وأما من قرأ تنبت بضم التاء فيجوز أن يكون الباء للحال أيضا على ما تقدم والمفعول محذوف والتقدير تنبت ثمرتها بالدهن أي وفيها الدهن والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصمعي نبت البقل وأنبت بمعنى وأنشد لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشية الشاهد قصيدة يمدح بها سنان ابن أبي حارثة المري وأولها إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل والشاهد جواب إذا من قوله قبله صح القلب عن سلم وقد كان لا يسل وأقفر من سلم التعانيق فالثقل انتهت الحاشية فعلى هذا الوجه تتفق القراءتان وتزاد مع حرف النفي كقولك ما زيد بقائم وليس عبد الله بخارج وفي زيادتها هنا ثلاثة أوجه أحدها أنها دخلت لتوكيد النفي وذلك أن الكلام يطول وينسي أوله وينسى أوله فلا فلا يعلم أكان في أوله نفي أم لا فجاءوا بالباء لتكون إشعارا بأن أول الكلام نفي وهذا قول عامة البصريين والثاني إن الخبر لما بعد عن حرف النفي جاءوا بالباء ليوصلوه بها إلى حرف النفي والثالث إن النفي إنما يقع عن إيجاب فكان قولك ما زيد قائما جواب من قال إن زيدا قائم فإن قال إن زيدا لقائم قلت أنت ما زيد بقائم فالباء بإزاء اللام وما بإزاء إنا وهذا القول للكوفيين وإنما عملت الباء لاختصاصها بقبيل ما وعملت الجر خاصة لاختصاصها بالاسم فلما كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت لعراب الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر وجواب ثاني وهو أن علامة الجر الكسرة والكسرة من الياء ومخرج الياء من وسط الحنك والباء تدخل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه وأعطيت حركة متوسطة بين حركتي المرفوع والمنصوب لأن حركة المرفوع من الشفتين وحركة المنصوب من الحلق والحنك متوسط بينهما وهذه علة جميع حروف الجر في العمل التاء من العوامل إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسم نحو تالله لأخرجن وفيها معنى التعجب قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وإنما لم تعمل في اسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل وذلك أن الأصل في باب القسم الباء لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء وتلسقها بها ثم يبدلون منها الواو لقرب أحدهما من الأخرى في المخرج والمعنى فأما في المخرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو وأما المعنى فلأن الباء للإنصاق والواو للجمع والإنصاق والجمع يتقاربان ثم أبدلوا التاء من الواو كما أبدلوها في تخمة وتكأة وتراث وتجاه والأصل في هذه الأشياء الواو لأنها من الوخامة ومن توكأت ومن ورث ومن واجهت فقالوا كالله وأصل والله بالله ولهذا نظير وذلك أنهم يقولون أسنى القوم إذا دخلوا في السنة مخصبة كانت أو مجدبة فإن قالوا أسنة القوم لم يكن ذلك إلا في المجدبة وذلك أن التاء بدل من الياء في أسنين والياء بدل من لا من الفعل التي هي واو على قول لمن قال سانهت فلما كان بدلا من بدل أنزمت شيئا واحدا إشعارا بذلك وخصوا بها أشهر الأسماء وهو الله عز وجل ومثله آل أفلاطون والأصل أهل فقال القراء آل الله فقالوا القراء آل الله وقريش آل الله وقالوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يقول آل المدينة ولا آل البلد وما أشبهه لما تقدم وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيف وهي ساكنة أبدا نحو قامت هند فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قامت المرأة وإنما عملت التاء في المقسم به لأنها مختصة بالاسم وعملت الجر لأنها وصلت القسم إلى المقسم به كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماء ولأنها بدل من عامل فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملا وأما التاء التي تدخل علامة لتأنيف العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما يجب في حروف المعاني ولم تعرض لها علة تخرجها عن أصلها فأما التقاء الساكنين فعارض لا يعتد به ألا ترى أن حركته لا يرد لها المحذوف نحو رمت المرأة ولو اعتد بها لرجعت ألف رمى السين من الحروف العوامل لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد أجزائه ولولا ذلك لوجب أن تعمل لأنها مختصة بالفعل ومعناها التنفيس وذلك قولك سأخرج وسأذهب فهي عدة وتنفيس كما قال سيبويه وإذا دخلت على الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملا الزمانين فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة للأسماء والسين في كلام العرب على خمسة أوجه سين الاستقبال وسين النقل كقولك استنوق الجمل وسين الطلب استسقيته فسقاني وسين الوجدان استحسنته أي وجدته كذلك والسين الزيادة نحو سلم واستسلم ونحو أخرج واستخرج الفاء من العوامل لأنها تخص أحد القبيلين دون الآخر ولها ثلاثة مواضع العطف والجواب والزيادة فالعطف نحو قولك رأيت زيدا فعمرا وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة والجواب على ضربين أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أن وذلك في ستة مواضع والثاني أن تستأنف الكلام بعدها فأما المواضع الستة التي ينتصب الفعل فيها بإضمار أن فهي الاستفهام والأمر والنهي والتمني والجحد والعرض وإنما احتيج إلى إضمار أن هاهنا لتكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدر الفعل الأول لمخالفته إياه وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول فإذا قلت أين بيتك فأزورك كان التقبير ليكن معك إخبار بمكان بيتك وزيارة مني وكذلك جميعه يخرج على هذا التقدير ويجوز الرفع على القطع والاستئناف وقد قرئ فيسحتكم وفيسحتكم رفعا ونصبا ألم تسأل الربع القواء فينطقي وهل تخبرانك اليوم ببيداء سملقي وأما قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير فخبر وإن خرج مخرج الاستفهام وتقديره قد رأيت أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل فيه والله أعلم فإن حذفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحدة فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء وذلك قولك لا تدن من الأسد فيأكلك ولو قلت لا تدن من الأسد يأكلك لكان محالا لأنك تجعل المباعدة منه سبب الأكل ألا ترى أن التقدير إلا تدن من الأسد يأكلك فإن جئت بالفاء حسن لأن التقدير لا يكون منك دنو إلى الأسد فأكل منه وأما ما يستأنف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط وذلك نحو قولك إن تقصدني فأكرمك ومن جاء أني فأحسن إليه قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وما ينسك فلا مرسل له من بعده وأما زيادة الفاء فنحو قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والمعنى إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه لأن الموت فروا منه أو لم يفروا يلاقيهم هذا هو الظاهر ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرط كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت ينجيهم وقد جاء الشرط المحظ على هذا التأويل قال زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم حاشية الشاهد من معلقة زهير ويروى وإن يرقى مكان ولو رام يقول ومن خاف أسباب الموت أدركته ولم ينفعه خوفه منها ولو رام الصعود إلى السماء فرارا منها وبعيدا عنها انتهت الحاشية ومما جاءت فيه زائدة قول النمر بن تولب لا تجزع إن منفس أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي حاشية نزل بن نمر بن تولب إخوان في الجاهلية فأقر لهم أربع قلائس وسبأ لهم خمرا كثيرة فلامتهم رأته على ذلك فقال أبيات منها لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي وإذا تآتاني إخوتي فذريهم يتعللوا في العيش أو وله معي لا تطرديهم عن فراشي إنه لابد يوما أن سيخلو موضعي انتهت الحاشية لابد أن تكون إحدى الفائين زائدة لأن إذا إنما تقتضي جوابا واحدا وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضا من ربا وأنشدوا فمثلك حبلا قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي والبيت لمرئ القيس وأنشدوا فإن أهلك فذي حنق لضاه يكاد علي يلتهب التهاب حاشية يروى لهب مكان حنق والبيت لربيعة ابن مقروم الضبي ابن مقروم الضبي أحد شعراء مذر مخضرم عاش مئة سنة انتهت الحاشية والوجه عند البصريين أن رضاها هنا مضمرة وهي العاملة للفاء يدل على ذلك قول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله فجر بإضمار ربا ولا عوض منها هاهنا الكاف وهي تجر ما بعدها وتكون اسما وحرفا فمثال كونها اسما مررت برجل كعمر فموضعها هاهنا جر لأنها وصف لرجل ومن كونها اسما قول الأعشاء أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل فالكاف هاهنا في موضع رفع لأنها فاعلة ومن كونها اسما قول أمرئ القيس ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا ويرتقي حاشية يقول رحنا بفرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعته وابن الماء طاهر وقوله وسطنا يعني بيننا وقوله تصوب فيه العين طورا وترتقي يقول تنظر العين إلى أعلاه وأسفله من إعجابها به انتهت الحاشية وتقول مررت بزيد كالأسد فموضع الكاف نصب على الحال من زيد وتقول ما زيد كعمر ولا شبيها به إذا عطفت شبيها على موضع الكاف في لغة أهل الحجاز وإن شئت ولا شبيه على لغة بني تميم ويجوز ولا شبيها تعطف على عمر كأنك قلت ولا كشبيه وأما كونها حرفا فنحو قولك مررت بالذي كزيد فالكاف ها هنا حرف ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي ألا ترى أنه لا يجوز مررت بالذي مثل عمر حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمر فأما من قرأ تماما على الذي أحسن فبعيدة عند النحويين ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام لأن الخليل حكى ما أنا بالذي قائل لك شيئا وإنما جاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفا كما توصل بفي في قولك مررت بالذي في الدار وتكون الكاف زائدة نحو قولك ما رأيتك مثلك والمعنى ما رأيت مثلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمعنى ليس مثله شيء ولا يجوز أن تكون غير زائدة لأنه يصير كفرا وذلك أنه يكون إثبات مثل ونفي التشبيه عن ذلك المثل ويصير كأنه قال ليس مثل مثله شيء وأجاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة ولكن يكون مثل بمعنى ذات على حد قولك مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا وعلى هذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم على قراءة من أضاف لأنه إنما يجب عليه جزاء نفس ما قتل لا جزاء مثل ما قتل والمثل كالمثل في هذا ومنه قوله تعالى كمن مثله في الظلمات إنما يريد كمن هو في الظلمات والله أعلم فكان التقدير عنده ليس كذاته شيء أي ليس مثل ذاته شيء وهذا التأويل فيه بعد لأن المثل إنما يكنى به عن ذات الشيء في الأناس لأن بعضهم مثل لبعض في بعض الأحوال والله تعالى لا مثل له ومن زيادتها قول الآخر وصاليات ككما يؤثفين حاشية وصاليات بالجر عطف على مدخول غير قبله في قوله لم يبقى من آي بها يحلين غير رماد وخطام كنفين وغير ود جاذل أو دين الآي جمع آية وهي العلامة ويحلين من حليت الرجل وصفت حليته أي صفته والخطام الزمان وكنفين تثنية كنف بكسر الكاف وهو وعاء الرائي وهو على حذف العاطف خلافا لقول الشمني إنه بدل مما قبله وود أصله وتد أبدلت التاء دالا وأدغمت والجاذل المنتصد والصاليات الحجارة المحترقة ويؤثفين بياء مضمومة وهمزة مفتوحة وثاء ساكنة أن يجعلن أثافيا للقدر يوضع عليها عند الطبخ وجاء به على الأصل المرفوض وإلا فالقياس حذف الهمز كيكرم في يؤكرم أي وغير حجارة محترقة من جدار الدار ككما أي كحجارة يطبخ عليها في السواد والبلاء انتهت الحاشية والمعنى كما يؤثفين ومثله فصيروا مثل كعصف مأكول أي فصيروا مثل عصف تقدر زيادة الكاف لأنها حرف ولا تقدر زيادة مثل لأنها اسم والأسماء لا تكون لغوى ومن زيادتها لواحق الأقرب فيها كالمقق أي فيها مقق أي طوله وفتحت الكاف على ما يجب في الحروف التي تكون أحادية وذلك أن الفتح أخف الحركات فاختير لها بذلك أن تكون مفتوحة ومكسورة فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لها وهي تكون للتوكيد في المبتدأ نحو قولك لزيد أفضل من عمر وقد اضطر الراجز فأدخلها على خبر المبتدأ فقال أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة وتدخل في خبر إن توكيدا ودخولها يجب كسر إن قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وإنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إن لتوكيد الجملة وكان حقها أن تكون قبل إن إلا أنهم كره الجمع بين حرفي التوكيد فزحل قلام إلى الخبر وكانت اللام أولى بذلك لأنها غير عاملة وإن عاملة فكان تقديم العامل أولى وقد يضطر فيدخل اللام قبل إن وذلك مع إبداله الهاء من الهنزة قال ألا ياسنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم حاشية البيت لأبي تمام حبيب ابن أوز يمدح المعتصم من قصيدة مطلعها رقت حواش الدهر فهيت مرمر وغد الثرا في حلية يتكسر انتهت الحاشية وقد يضطر فيأتي بلا مين في نحو قولك لهنك لقائم وهو قبيح وقد جاء به بعض المولدين وهو حبيب فقال أرابعنا في خمس عشرة حجة حقا لهنك للربيع المزهر وقد أدخلها بعض الشعراء على خبر أمسا أنشد ثعلب مروا عجالا وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا أمسا لمجهودا وحكى قطرب أراك لشاتني وإني أراك لسمحا وحكى يونس زيد والله لرافق بك وقال كثير وما زلت من ليلى لد أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل مراد وقد أدخلوها على خبر لكن وأنشد ولكن مني من حبها لعميد وقد أدخلوها على خبر المفتوحة أنشد قطرب ألم تكن حلفت بالله العلي إنما طاياك لمن خير المطي وهذا كله شاذ لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه ومن لام ابتداء قولك لعمرك وتكون اللام جوابا للقسم وتلزمها إحدى النونين وذلك نحو قولك لتخرجن ولتكرمن عمرا وتأتي معا توطئة للقسم وإنذارا به كقولك لإن قمت لأكرمنك وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد كقولك والله لقد قام زيد ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال كثير لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي هاشية البيت من قصيدة لكثير عزة مطلعها أنا حي يا ليلى أجد رحيلي وآذن أصحابي غدا بقفولي ورواية البيت في الأمان لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسيلي وقد تحذف قد قال امرؤ القيس حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام ثماء من حديث ولا صالي حاشية البيت من قصيدته التي أولها ألاعن صباحا أيها الطلل البالي وهل يعيمن من كان في العصر الخالي والفاجر هنا الكاذب والصالي الذي يصطلي بالنار يقول لما خوفتني من السمار أقسمت لها كاذبا أن ليس منهم أحد إلا نائما وربما حذفت لام القسم لأن النون يدل عليها قال الشاعر وقتيل مرة أثارن فإنه فرغ وإن أخاكم لم يثأري وأجاز حذف النون وإبقاء اللام كما حذف هذا الشاعر اللام وأبقى النون وعلى هذا تأول رواية قنبل لأقسم بيوم القيامة قالوا حذفت النون لأنها تدل على الاستقبال وهذا الفعل للحال وهذه القراءة فيها نظر وتكون اللام جوابا للو ولولا في قولك ولو جاء زيد لأكرمته ولولا أخوك لأحسنت إليك وقد تحذف هذه اللام وأما المكسورة فعاملة وعملها على ضربين الجر والجزم في الأفعال وهما متغايرتان وإن اتفق لفظهما فالجارة نحو قولك المال لزيد والحبل للدابة فاللام الأولى للملك والثانية للاختصاص فإن دخلت هذه اللام على مضمر فتحت وذلك نحو قولك المال له والثوب لك وفي فتحها وجهان أحدهما أن أصلهما الفتح وذلك أن جميع الحروف التي هي أحادية حقها الفتح فلما اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها لأن المضمرة يرب الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر والوجه الثاني أنها إنما كسرت مع المظهر للفرق بين لام التوكيد وبينها وذلك أنك لو قلت إن زيدا لهذا وأنت تريد الملك والاستحقاق لالتبس بقولك إن زيدا لهذا أي هو هو فلما اتصلت بالمضمر استغني عن الفرق لأن علامة المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع تقول إن زيدا لك إذا أردت الملك والاستحقاق وإن زيدا لأنت إذا أردت أنت زيد وهذا قول سيب وي أردت